في بلدة بيتا جنوب نابلس راية مقابل راية مشهد بسيط لكن تفاصيله كثيرة احدى الرايتين محاطة بالبنادق تدافع عن مستوطنين حضروا بالامس القريب واستولوا على ارض فلسطينية خاصة والاخرى تحوطها صدور عارية الالاف حضروا من جميع قرى بلدات جنوب نابلس للدفاع عن اراضي البلدة وبين كر وفر شبان حاولوا الوصول الى البؤرة الاستيطانية هذه فردهم عنها رصاص الجيش الاسرائيلي عشرات الاصابات بالرصاص والغاز وصف بعضها بالخطير هذه الاراضي موجود ملكيتها لدى المواطن البيتاوي بشكل رسمي ويقوم قطعان المستوطنين بالاستيلاء عليها بشكل غير قانوني الذي سنفعله طبعا المواجهات السلمية المواجهات الشعبية كل جمعة حتى يتم دحر قطعان المستوطنين ما يجري هنا كان جزءا من دعوات فلسطينية احياء للذكرى الرابعة والخمسين لاحتلال الضفة الغربية والقدس وما يجري في هذه البلدة مسلسل من الاستيطان لم يتوقف منذ ذلك الحين منذ توقيع اتفاق غسل للسلام بين اسرائيل والفلسطينيين قبل نحو 27 عاما تضاعف الاستيطان اربع مرات حتى وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الى اكثر من 800 الف مستوطن بصدور عارية هب سكان قرى جنوب نابلس للدفاع عن اراضي قرية بيت التي تتعرض لاستيطان جديد ومن جديد يشعل الاستيطان التصعيد في الاراضي الفلسطينية ويبدو ان مزاد اليمينية في اسرائيل فتحة على حساب الاراضي الفلسطينية يقول الفلسطينيون في رسولت في سكاينيوز عربية بلدة بيتا جنوب نابلس